فعاليات المؤتمر الوطني التاسع الذي ينظمه مركز التفكير الإبداعي للتنمية الذاتية والبشرية انطلقت اليوم تحت عنوان كيف نحقق رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني في بناء الأردن الحديث منظومة الإصلاح الشامل والتحول الديمقراطي وعلى مدى يومين يسعى المؤتمرون إلى وضع متطلبات التنمية الشاملة في الأردن ودراسة المبادرات الملكية في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايتة أشار إلى أن الحكومة مستندة على الرؤى الملكية في توفير كافة الإمكانيات والآليات والإجراءات لإنجاح عملية مشاركة المواطن في صناعة القرار وتعزيز مبدأ سيادة القانون وحماية قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص إلى جانب النهوض بالاقتصاد الوطني حرصت الحكومة مستندة على الرؤية الملكية في توفير كافة الإمكانيات والآليات والإجراءات لإنجاح عملية مشاركة المواطن في صناعة القرار عبر صناديق الانتخابات النيابية نلتق اليوم للسنة التاسع على التوالي لنناقش الرؤى كمنظومة للإصلاح الشامل والتحول الديمقراطي تلك الرؤى والأفكار والتطلعات التي تشكل في مجملها دستورا ومرجعية هامة